بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم ورحمة العالمين الحكم الشرائي لفوائد شهادات الاستثمار في البنوك الربوية في الواقع طالت به الأمة الإسلامية وهو التعامل بالربا بشكل مباشر أو غير مباشر فغرق الناس في الحرام والحول على قوة رب الله وعصابنا ما أصابنا من بلاء وفقر ومحقة البركة من الأرزاق وانتشرت الأمراض والآفات وعاش الناس في ضنك بسبب هذه الآفة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال يأتي على الناس زمان يأكلون من الربا وسكت عليه الصلاة والسلام فالصحاب يتعجب قال رسول الله كلهم قال من لم يأكل من الربا فسيصيبه باره طيب إيه الأدلة الشرائية على حرمة لأول نتكلم عن حكم الربا أو الاسم الذي يترتب على التعامل بالربا أولا رب الله سمى المرابي في القرآن كفار أثيم سمه كفار ليس كافر ولكن شديد الكفر يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم أي شديد الكفر شديد الإثم فالربا من السبع موبيقات المهلكات التي تدخل صاحبها جهنم من أوسع الأبواب اكتريبوا السبع الموبيقات الشرك بالله قاتل النفس التي حرم الله إلا بالحق السحر أكلوا الربا أكلوا مال ياتيم التولي يوم الزحف قصف المحصنات التولي يوم الزحف الربا المرابي أو التي تدخل عمل بالربا ملعون في الشريعة الإسلامية مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى رسول أسم قال لعن الله آكل الربا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي عدل وشاهدي عدله يعني كل ما له علاقة بالربا من شكل مباشر هو ملعون آكله وموكله وكاتبه طيب جاء حديثه يصل لدرجة الحسن والصحيح وبسالة صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه في كتب أهل الكتاب لربة واحدة عند الله أشد من ثلاثين زانية أدناها أن ينكح الرجل أمه في صحل الكعبة والعزو بالله يعني مرة واحدة بس إنسان يتعامل بياب الربا أشد اسما من ثلاثين زانية أقل الزانية في هذه الثلاثين زانية هو أن يزني الرجل بأمه في صحل الكعبة تخيل بقى الاسم العظيم للربا يعني تخيل اسم الربا من أكبر أكبر كبير طب ليه أرباح شهادة الاستثمار حرام شرعه أول شيء أول شيء أنت لا تستثمر أموالك في البنك بل أنت تخرد البنك قرضا مقنعا ليه؟ لأن أنت بتقولي البنك خذ الفلوس دي استثمرها لي تحطها في شهادة الاستثمار هاخدها منك في أي وقت زي ما هي وبتشتريط عليه هذا وهيكون منك زيادة الليل أرباح شهر الليل أخدها كل ثلاثة شرع كل ستة شرع ده معنوش أي علاقة بالتجارة التجارة قائمة على المضاربة المضاربة معناها يتضرب يتضرب يتكسب يتخسر وليس لها قدرا ليس لها قدرا معلوم لكن كنا أنك تدي البنك فلوس تقول له خدس استثملي البابلغ ده خليه عندك وحاخده منك وحاخده منك في أي وقت تاخد منك أرباح سابة كل شيء يبدأ أنت تخرد البنك قاردا مخنعا مش بتستثمر عنده الاستثمار بقى شكده نفعش أقول لك خد الفلوس ديت وحطها خليها عندك وحاخدها منك وحاخد منك كل شهر كذا ولو حابت أخدها منك خدها منك أنت بتخرد البنك مش بتستثمر في البنك القارد استثمار بقى شكده استثمار أنت بتقول بتقول لي شغالي فلوسك دي وأنا معك في المكسب الخسارة كسبت أكسب معك مكسب كثير كسبت مكسب قليل برضو أكسب معك مكسب قليل خسرت أخسر خسرت فلوسه كلها أخسر فلوسه كلها لكن كلها كنت تشترط على البنك من أما بتديله وانا تضامن فلوسك وبتقول له حاخد مبلغ ده لازم ترجعه لي فين التجارة التجارة شيء غايبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى تكسب أحيانا وتخسر أحيانا تكسب أحيانا مكسب كبيرة وتكسب أحيانا مكسب بسيطة وتخسر أحيانا مكسب خسرات كبيرة جدا فزاي إذا أنت تشترط على البنك أبن ما تعطيه تقول له لازم ترجع لي فلوس دي وترجع علي بزيادة قد كده كله قرد جرى نفعا قبل ما قاله أولماء أصول الفقه فهو ربا فبقى ده اختلف المسمى بس فأنت بتسميها تقول له خد استثمار لي لانت بس فعيانا بس استثمار ده قرد مقنن المضاربة بقى في الحقيقة أنك تنتدي إنسان فلوس بتقول له أنا معك أنا معك على ماك في المكسب الخسارة زي ما ربنا يجي يجيب يجيب تكسب تخسر ومتحددش حاجة ومتسرطش علي أنك تاخد فلوس في أي حسب الرزق الغيبي اللازم اللي أعلم الله سبحانه وتعالى الدقيقة الثانية كمان أنت بتثبت الفايدة كمان يعني أنت بتقول له أستاذ تديني عشر في المية بالضبط زي اللي بيقول لي بيقرض واحد يقول له قد أديك ألف كده أنت تقوم بالألف ومية ده تثبت ده تثبت الفايدة المطلوبة اللي هي الفايدة الربوية اللي أنت هتأخدها فده أول دليل على حرمة هذا المال بأن المضاربة والتجارة بعيدة كل البعد عن هذا بعيدة كل البعد عن هذا الشيء الثاني الدليل على حرمة هذه الأموال أن البنك بيعطيه هذه الأموال من مكاسب من قروض صريحة هذا البنك بيتعامل بالربا صراحة يأتيه واحد يقول له أنا أريد أخذ قرد استثمار هو بسمه استثمار لك أو فهو بيحجز عليه وبيحجز على العمل هو بيأخذ الفلوس بيأخذ المكاسب الذي أخذه منه ده وبيضيه بيضيه لك أنت كمودع المال الحرام ده الذي أخذه من القرد الرابوي الذي هو الرجل الذي أخذه في أعطيك هذا المال الحرام وانت تعلم هذا يديك فطبعا دي الدالية التاني. يبقى انت بتاخد من المال الحرام اللي هو بيكسبه من الخروض الربوية ويديها لك. ما هيكسب من ايه. البنك بيكسب من حاجة تانية. يعطيها الخروض للناس الربوية. الشيء التاني بيخشف مشريك في مشاريع. ويشارك فيها وياخد ما كسبه ويعطي الموضعين. فيزن حلال. الشراكة تبقى الشراكة حلال. لو كانت بمورد الله وفي الشيء الحياة. لكن طبعا البنك بيبقى له تعاملات الله اعلم بها. الشيء الثالث. اللي يؤكد حرمة. آآ هذا الشيء. آآ مفيش مفيش لجنة فتوى بتباشر المشاريع. اذا كان اللي بيفعلها البنك شوك تتحرق محرق. يعني واحد يجي يجي يقول له عايزة اخد قرد رابوي. عشان آآ اعمل مثلا قرية سياحية. يأتيها العراه من الاجانب. وتراق فيها الخمور. ويتعرى فيها النساء. تتعرى فيها النساء. والمعازف والموسيقى. وكل شيء محرط لايه فيها. زي القرى السياحية موجودة في مارينة وفي غير وفي غير وفي قلم الشيخ. كلها قائمة باموال قائمة على القروض. فالبنك روح مدي. والبنك ما بيهموش طبعا الحل اللي هو حرام. لان ما عندهوش لجنة فتوى لا عندهوش حرام. يبقى حرام من احدى. يبقى حرام على حرام. حرام من الربا. وحرمه ايضا من ان هو بيعمل شيء غير مشروع. سواء كان بيشارك فيه. يبقى كان بيشارك في هذه المشاريع. او ان هو يقرض هؤلاء الناس. اللي هم مسمون رجال الاعمال او مستثمرين. وهم يعني يعني حياتهم كلها حرام في حرام. ليازم القرض. زي ما قلنا. هو ده ما فهوم القروض. فهو البنك بيشارك اما في مشريع اه غير اه حرام. او انه بيقرض ناس قرض صريحة قروضا صريحة. ارضا حرام. وبياخد الفلوس دي ويعطيها لك. وقولنا ان انت لما بتودع فلوس وبتشترط على البنك. وبتحدد فايدة معينة. يبقى انت انت قردت البنك قرضا مقنعا مش بتستثمر عنده. طيب نعمل ايه? تطلع فلوسك دي. بتاعتها دي. وتحطها في بنك اسلامي. هتقول لي البنك الاسلامي. يعني ليس بعيد. تعاملاته شبيهة بتعاملات البنك التاني. جايز. وبعض الناس بيقولوا من العاملين في داخلها في هذه البنوك. بيقولوا ان بتعاملاتهم شبيهة. لكن البنك الاسلامي اولا ما بيديش قروض خالص. البنك الاسلامي في لجنة فاتوة متباشر اعمال اللي بيشتغل فيها البنك عشان يعني يبين الحلال من الحرام. آآ البنك الاسلامي ما بيثبتش الفايدة. الفايدة تطلع وتنزل حسب المكسب. ده اقرب الى حلال. طيب نفترض ان الكلام ده بالصحيح. ونفترض البنك الاسلامي بايده برضو يعني بتعاملاته تشبه البنك. في الحالة دي. انا ماخدش من البنك اضع فلوسي في بنك الاسلامي. وانا مضطر اضع فلوسي في البنك. ليه? هتطفل بيت. اولا معرض السلقة. ثانيا معرض اليادي انا ان اخذ منه كل ما احتاج. فده ينقص المال. وده مش كويس. انا عايز انا عايز امعد نفس المال عن ايدي عشان ما اخدش اللي لاك فيني بالكاد. يبقى انا احطي فلوسي في بنك الاسلامي. وما اخدش من الفوائد دي الا الا الاحتياج الضروري. الضروري القصوى. للضروري القصوى. يعني مثلا انت صاحب. انت صاحب عائلة وعندك زوجة وعندك كاولاد. الرتم بتاعك ما بيكفكش. فبتعمل ايه? بتكمل حياتك بالمال بيجي بالبان كده. طيب. يبقى انا اخد بيكفيني بالكاد. بيكفيني بالكاد بس. اكتر من كده لا. عشان ابعد نفسي عن الشبهة عن الحرام. الرسول والسلام. هتقول لي في بعض علاء بيحلوا البنوك الحكمية اوروبوية او اللي تتعمل بالربا. اولا يجب ان تعرف ان كثيرا يعني في هذا الزمان من الفقهاء او العلماء يفتون بفتاوى شازة خاطئة. او يكون ايما انهم اخطأوا او الارجح ان هما بيجاملوا او يضهنوا انظمة معينة. فالرسول عسام كل الحلل وبين والحرام وبينه مقبول ومشتبهات لا يعلم هنا كثير من الناس. فمن التقى الشبهات فقد استبرأه لدينه وارضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. دي الرواية. ومن حام حول الشبهات كان كالراعي يحوم حول الحمى يوشك وان يواقعه. الا الا ان لكل ملك الحمى وان حمى الله محارمه. ثم قال رسول الله في الحديث ناية الحديث الا ان التقوى هنا اشارة الى صدري. فالمسألة من اجدعه من اجدعه بفتوة عالم. انت لازل تفتي ناسك في اخر الامر. يعلم وسيلة فقط. وكاسم العلماء. رسول الله عليه وسلم قال. سيكون في اخر الزمان امراء ظلمة. ووزراء خوانة. وفقهاء كذبة. فلا يكن من احد منكم جابيا او شرطيا او فقهاء كذبة. كثيرا من الفقهاء الان يحلون الحرام. ليه? عشان يرضوا. يعني يرضوا. اعاد على الكورسي عايز يحافظ عليه. اعاد على حزوة معينة من الناس. عايز يرضي فوق انفئة معينة. عايز يرضي حاكم معين. فيرضي على حساب الدين. لن ينفعك اوما القيام وسيحرف منك اوما القيام. ولو افترضنا جدلا نواياهم سليمة. واخطأوا. خطأوا لن يفيدك اوما القيام. سيحرف منك اوما القيام. لان فيه علماء كثيرة قالوا حرام. فيه قلة من علماء قالوا حلال. ازمح الموضوع مشتبه فيه. ومن اتقى الشبهات. فقد استفرق ادينا. ومن وقع في الشبهات ووقع في الحرام. يبقى ازا زمن الله صلى الله عليه وسلم حرم الشيء الحرام حرم ايضا امور مشتبه فيه. خصة في الامور الخطيرة ازاي دي. فالشيخ والعالم هيش هيدفعك بحاجة اوما القيام. فاياك ان تجري وراء فتوك ضالة او فتوى كاذبة او فتوى خاطئة لان ينفعك اوما القيام. لان ينفعك اوما القيام. لان يقبل منه صرفا ولا عدلا اربعين يوما. يعني ربنا لا يقبل منه الصلاة ولا زكاة ولا اي شيء اربعين يوم. لابا مالك باللي بيقل اكلة كاملة من الحرام. لابا مالك من اللي اعشت كلها حرام. بياخد عايش على الاربع. فاتقل الله سبحانه وتعالى. اتقل الله. اتقل الله. يعني يكفي ان رسول صاحب قال يأتي عن الناس زمان يأكلون من الربع. قال كلهم يا رسول الله. قال ما لم يأكل من الربع. فسيبو سبري. يا رسول صاحب يقول لك. الربع سيوصيب كل ان اغلى من الناس بتاكن من الربع اكسرهم. والقليل بيأكل من من غبار الربع. يوصيب. ده لبقى مثلا اللي يبتقي ربنا ويضع شلوه في اي بنك. لكن في الاخر بياخد مرتبه. المواطن بيجامل من المنك المركزي او جامل بتاع. اللي هو في الاصل برضو. في قلوب بيتيجي مثلا دولة دولة اي دولة ان كانت بتقترد من الخالد برضو بفايد ربوية. فالدولة نفسها او او المؤسسة نفسها بالكامل بتتعامل بالربع. الانزام كله بيتعامل بالربع. فدول الناس هسيبهم اغباره. خليك من الناس يسيب اغباره. ما تعرش نفسك المقتل لو غضبه. يعني نحن نحن في الزوب. يعني لا تؤكد لا تطعب اولادك حرام. اخرج المال انت وضعه ده. هتقول لي البنك التاني بها برضو بشكل البنك التاني احسن حالا. علقها من رقابتك علقها او طف رقابته. لو هو البنك الاسلامي ده اي بنك ان كان يجعل سكر اسماء. في يعني باش بيتعملش بالطريقة المزبوطة. لا اسمع يقف عليه هو باش عالك انت 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 بتختار احسن الخيارات القدامك. وباش هتاخد من البنك الاسلامي ده الى اللي يكفيك بالكاد. احتياجاتك الضرورية وبس. الزيادة تتخلص منه كل. لازم كنت انت بتتقل الله ورأس احسن كان في الحديث. لابلغ الرجل ضلق هذا المتقين حتى يدعى ما ليس فيه بأس. خشة الوقوع فيما فيه بأس. خشة الوقوع في بأس. وسيدنا عبدال الخطاب وسيدنا ابو وكر الصديق كان يقول كنا نترك تسعة تسعة عشر الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. يبقى يعني الرجل لن يبلغ درجة المتقين ولن تدخل الجنة الا سكنت تقييا. وثيقة Watch الذين اتقوا الى الجنة ل Abdul 16. لا ي Nerdeesh ايضا في القرآن utilizing انا وثيرتي إلل ISA امانوا إلى الجنة. أولا. لازم آآ 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 واسخرونا من الذين امانوا. من ربنا يقول لي بعد كده. وَالَّذِينَ اتتقوا فوق ومن خمشوا هلذين امانوا. مع انه قال يسخرين من الذين امانوا. لان مش ك américain يخشوا الجنة. لكن لازم تكون درجة دي ستكون عندك حد أدنى من التقوى حتى تخش الجنة. ولن تكون عندك حد أدنى من التقوى حتى تترك أشياء من المباحات والحلال خوفا من وقوع في الحرام. لنحصلت سبقرة في الحديث. ليدلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما ليس فيه بأس خشية الوقوع في ما فيه بأس. مش تروح تبارس تتعامل بالربا وأنت آآ آآ عامدة متعمدة وأنت تعلم. بطلس كل ناس بتعمل. لكن أحدكم أم معا. إذا أحسن الناس أحسنوا. وإذا أساء الناس أساءوا. بل يكونوا. بل وطنوا أنفسكم. في إذا أحسن الناس فأحسنوا. في إذا وإذا أساءوا فلا تسيقوا بإساءاتهم. مجعل رسواصل. فما تباكلش نفسك. وتباكلش ولادك. وتباكلش زوجتك حرام. طلع في فلوسك من بانك الحكومي. او الروي. او اطع في بانك إسلامي. فضعها في بانك إسلامي. أقرب إلى الحلال. على قال ما بيسبدوش الفايدة. المفروض عندهم لجنة بيتبشر. آآ. إذا كانوا بقى كده ولا كده. علاقها من رآتك على اللي حطها في رابط. خد اللي يكفي بالكاد بس في البانك الإسلامي. وتخلص من الباقي. لكن تقول لي لا ما هم كلهم كده. لا. احنا بناخد أحسن خياطك قدامنا. اعمل اللي عليك والباقي على الله سبحانه وتعالى. اعمل اللي عليك والباقي على الله. خد أحسن خياطك. مربنا نسألك. هتقول كلهم لا. في عندك في عندك بانك ما بيسبدش الفايدة. في عندك بانك ما بيديش خروط. في عندك بانك المفروض اللي فيه في رجنة. طب هم مفروضوا. افرد الكلام ده مش صحيح. خلاص. يبقى خد الكافيك بالكاد. لكن انت تعمل اللي عليك وتحط تخرج أموالك من البانك ده وتحطها في بانك اسلامي. بعد كده الاسم علم هم. مش عليك انت. اقولوا قولي هذا. استغفر الله لكم. هكتب لكم الكلام ده كل تحفظه. ما توجد تفعيل الجرس واشتراك في القناة. لكم كل جديد. بتساعدون. عنشة سنة تربية. اقولوا قولي هذا. استغفر الله لكم.